الصحة المستدامة صوني التناظر أرحب بكم مجدداً مستمعين على أثير المنطقة الدولية وفي برنامج الصحة المستدامة ترحيب مجدد أيضاً بالدكتورة مهشابي حموي الاختصاصية في طب الأطفال ورئيسات الأطباء لرعاية الطفولة والأمومة في منطقة الأودسن الفرنسية البريسية جداً أيضاً دكتورة مهشابي حموي سعيدة جداً للمرة الثانية أكرر الثالثة الرابعة تكوني معنا على اجتماعنا طبعاً اضطرابات النطق عند الأطفال والتأتاء والتأخر في النطق كل هذه المشكلات للأسف التي تؤذي الطفل في حياته عندما يكون صغيراً وترفقه أيضاً عندما يكبر أحياناً للأسف إذا لم ننتبه لم ينتبه الأهل لها عند الصغر الآن سنأخذ اتصالات المستمعين على رقم التالي 0033969323314 أول انتصال يأتينا من محمد ألو ألو السلام عليكم أهلاً يا محمد كيفك؟ التحية لك وخدت فونيتا وتحية لبقيتك بكثرة مها شكراً أهلا وسهلة فيك أنا بخير والحمد من وين عم تحكينا محمد؟ أنا أحكيك من السعودية أهلا وسهلة فيك يا محمد وبكل أهالي السعودية أهلا وسهلة تفضل الله يبارك فيك يا رب في الأول بشكرك وأشكرك كثير جدا على البرامج المواضيع الصراحة التي تطرحها وكيف نحن نستفيد منها بصورة مباشرة يعني يمكن أنه ما بشارك كثير لكن واحد من الناس اللي بيستمع كثير أيها نعم شكرا شكرا والحمد لله وموضوع الليلة صراحة وصل عندي في وسرتي الصغيرة عندي ابني عمره الآن ثلاثة سنين ومس تقريبا نعم كان في إلى حوالي ثلاث سنين ما عنده مشكلة صراحة بيتكلم عادي جدا وطبيعي خالص نعم من حوالي ستة شهور ظهرت عنده مشكلة التأت هذه وأصبح أحيانا يعني مش حتى مش كل ما كل حديث لا بيتكلم شي طبيعي وشي لا نعم فحابب أشوف توييه الدكتور مرحبا أخ محمد الله يا أخي هلا مثل ما حكينا هلا من شوي بتعرف عب تقلي إنه كان يحكي عادي ما في أي مشكلة عنده وهلا بلش من ستة شهور من ستة شهور صار في عنكن تغيير بأي حدث صار تغيير انت قلتوا لبيت جديد إجاء أخ أو أخت أو أي شي دخل المدرسة يعني فيه تغييرات صارت بحياته للطفل؟ مجموعة تغييرات يعني أنا أنت بحث لكلامك يمكن يكون صادف شي من الواقع يعني يمكن واحد من الأسباب اللي حصلت انتقال وإنه جا مولود وكلها أشياء موجودة حتى حدث كبير باحتمال هو شوية كده بيترعب من الأمطار ومن الرعد والأشياء هذه لكن كيف نحن ندعامل معه والسبب شنو بالتحديد ما واضح بالنسبة لنا لكن كيف ندعامل معه أو نتوجه لأفين أو ماشي الحال هلأ أنت لاحظت أنه يعني بوقت معين من النهار بيصير بتأتي أكتر لأنه بتقلي أحيان بيحكي عادي وأحيان بتأتي مثلا بتشوف أنه وقت الظهر مثلا ولو قد بيكون بآخر نهار بيكون تعبان بتأتي أكتر يعني بأي فترة بأي فترة لا ما عندها فترة محددة لا ما في فترة واضحة بالنسبة لها يعني حتى أحيانا بخيسي أنه هو كأنه بيعمل العملية كان مقصودة كده يعني أحيانا تماما هاي مثل ما هلقت النظر هاي ليلفوت نظر الأهل هلأ حقيقة أنتوا أهم شيء أنا اللي بنصحكم طبعا لازم مثل ما حكينا هلأ المفروض أنه تعملوا استشارة لأنه ولو أنه مزبوط العوامل نفسية أنا برأي موجودة لأنه مثلا إذا مرة خاف من كان في برق ولا رعد ولا أمطار ولا هيدا كان خاف منه أو ارتعب ممكن هيدا تكون حالة نفسية صارت عنده وطبعا أنه موجود كمان يعني مولود جديد أخ أو أخة لأله كمان هيدا وضع كتير مهم والشغل الثاني أنه لفت النظر بده يلفوت نظره يلفوت نظر الأهل لأله أنا هاللي اللي أنا بنصحك فيه حقيقة أولا ما تحكوا من هال أنك أنتو كتير كتير قلقانين بهالقصة هايدي قداموا بوجود الطفل يعني هلا أنت والدتو إذا دائما بتكرروا أنه ليش هيك عما تحكي ليش عما تحكي عادي يعني ما تحاولوا يصير في أي نوع من التأنيب عرفت كيف ممكن تخلوه أنه يعيد الجملة وتقولوا أنا عما أسمعك عيدة وراي مرة تانية ما عما أسمع هيك مزبوط منك وأهم شي إنك تعملوا استشارة استشارة عند طبيب الإنف حنجرة حتى تشوفوا تعملوا له تخطيط السمع بحال تخطيط السمع إيجا يعني طبيعي هون أنا بنصحك أنه تشوف ما بعرف يعني الإمكانيات كيف بسعودية أنه نشوف طبيب نفسي للطفل حتى أنه يساعده والعلاج بيجو منكم أنت يعني حقيقة أنه أضي وقت كبير معه لحالك بدون ما يكون لا مع إخوانه ولا مع أخوته أنه تخليه أنه هو مميز عرفت كيف وتحكي عادي ويعيد وراك بشكل عادي شكراً شكراً يا محمد طبعاً تستطيع التواصل مع الدكتورة مها خارج الهواء إذا أحببت طريق الإيميلات إذا كان عندك استفسار آخر شكراً دكتورة مها شكراً يا محمد شكراً على وفائكم في السعودية وأتمنى أن تبقوا أوفياء ومستمعين دائمين للصحة المستدامة سنواصل الآن وننتقل إلى الإمارات مع أسامة ألو أسامة؟ أهلاً كيفك سيد أسامة؟ والله الحمد لله بخير شو أخبارك؟ أنا أخباري جيدة شكراً وصحتين شكراً في تحسن دائم ومستدام إن شاء الله إن شاء الله بتظلي دائماً بصحة جيدة ومنظل نسمع صوتك وأنت بألف خير يا رب شكراً يا أسامة تحيي لألك وكل مستمعين في الإمارات بعرف أنه بتستمعوننا كتير بسياراتكم بهالوقت فتحيي لألكم الله يبارك فيك التسلمين تفدت دكتورة مهة عم تسمعك؟ دكتورة مهة مسائل خير يا أهلاً وسهلاً أهلين أخو سامة دكتورة مهة عندي سؤال وإن شاء الله أنه بلاك الإيجابي بخصوص الموضوع اللي طارحين اليوم هذه فترة التأدأة قديش ممكن يعني مثلاً يعني تستمر مع الطفل هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل هي فعلاً العوامل النفسية طب الأطفال مثلاً يعني على سبيل المثال الطفل لما يكون صغير يعني إيش العوامل النفسية مثلاً التي تدخل بحياته حتى أنه يرسل لمرحل أنه يكون مثلاً في عنده التأتاء أو كذا اللي هي مثلاً معاملة الأهل إليه من طفولته يعني ضارب مثلاً إهاني بهدل سب شتم يعني هذا القصد بالموضوع هذول السؤالين إذا تكرمتي أنك تعطين عليهم جواب إذا أمكانهم تكرم معينك شكراً منحكي أنه على مدة التأتاءة أنا ما فيني يقول لك أنه هلأ بتبلش هي بسنة أو سنتين أو تلتة سنين أربعة سنين وبتضل معه شهر شهرين سنة سنتين هايدي بترجع كلها يعطي لأنه نحاول نشوف شو منبعة وشو سببة يعني للتأتاءة التأتاءة حكاية أنت على العوامل النفسية العوامل النفسية كتير كتير مهمة حقيقة نحن بنفتكر أنه طفل إذا خانقنا أو أنبنا أو شتمنا أو ضربنا أنه خلاص بينسى هلأ هو شو ما حيتذكر يعني بس أنه الطفل هيدا كلها يعته بيأثر بنفسيته وممكن تكون هاي هي ردة الفعل على كل هالشغلات هايدي أنه بيتأتاءة أولاً ناتج عن الخوف الخوف كتير كتير مهم بخاف ليغلاط بجوز هلأ كتير من الأهل بيكونوا كتير كتير شديدين وصارمين مثلاً بالمدرسة بالمدرسة بدون الأول يكون متفوق الطفل ودائماً حتى بالسنين الأولى من الدراسة هذا بيخلق عنده نوع من الخوف ومن الرعب بيأدي للتأتاءة يعني العوامل النفسية مهمة جداً جداً وطبعاً هي بتبلش من قبل حتى ما نشوف الطبيب النفسي إذا بحال الأهل قدروا يفهموا شوي ويحلوا لهن نفسه أنه شو كان السبب أكيد أكيد بتصرفات الأهل أنك أنت تحاول تعطسيه للطفل تطمنه وأنك أنت منك زعلان منه أنك أنت ما حد خانقه إذا أخد ما أخد علامة منيحة أو يعني أعرف كيف بهالحالة هذه أنت بتصير نص العلاج دقريباً طبعاً وبرجع دائماً لأنه لازم نتأكد أنه ما في سبب عضوي لأنه إذا في سبب عضوي هي بتكون العلاج يعني فيه أشياء تاني بتدخل بيه بطريقة العلاج غير الطريقة العلاج النفسي أو علاج مع طبيب الأطفال النفسي نعم يعني قد تتقولي أنه الخوف أكثر إشي بيسيطر على الطفل مما يوصله لمرحلة أنه يصير تأتي تماماً الخوف كتير 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 مهم بيأثر جداً جداً على نفسية الطفل عن جد بيصير عنده يعني بده يحاول يحكي بس بيصير معه تردد لأنه بجوز كان حدخة أنا أقول أنه غلت بشغلة أو ما سوا شغلة أو ما كان على مستوى الأهل بالدنيا دائماً بيرأيه للطفل بقى إن شاء الله أنه كون رديت على أجمع بعرف عطيتك الأجوي بيع على أسئلتك أكيد طبعاً شكراً لأسامة على الاتصال تحية لألك يا أسامة في الإمارات أنا بتشكرك كتير 6 سنة شكراً أسامة تحية لألك ونتمنى أن تبقى مستمعاً دائماً لبرنامجنا سننتقل إلى البحرين الآن مع رامي دكتورة مها ألو رامي ألو دكتورة مساء الخير أهلا وسهلا أهلين أخونا مساء الخير لأمونتي كارلو شكراً لكم على برنامجكم الحلو أنا متابع متقطع متقطع شكراً يا رامي عاشبتنا هذه متابع متقطع حلو كتير يعني بس كل ما صار لفرصة صراحة أنا بتابعكم برنامجكم جميل طبعاً فيك تسمعنا دايماً بفترات أخرى من خلال الإنترنت من خلال الروابط واليوم فيك تشوف الدكتورة مها لأننا عم نصورها الحلقة اليوم إذاعية ولكن مصورة أيضاً سنضعها على موقع منتكارلو وستستطيع رؤية الدكتورة مها تفضل لا حسن حضنة شكراً شكراً يا رامي تفضل الدكتورة مها عندي طفل عمره سنتين ونص هو بيلفظ بعض الكلمات بس يعني عن أخوانه السابقين متأخر بحسوا بالكلام يعني بابا ماما بقولهم عادي بيلفظ كلمة طويلة مستغرب كيف عرفها بيلفظ كلمة الشعودية بس لما بس لما نيجي يعني نعطيه بعض الكلمات علشان المي الأشياء العادية بعصب علينا بصرخ وبعصب مبرضة يولا فما بعرف السمع ما أظن عنده مشكلة في السمع لأنه أصوات بسيطة ومنخفضة بيسمعها طبيعي يعني بلاحظة لي فهل هي مشت أنا قرأت كنت أقرأ أنه ما بعرف فرط الحركة بأثر أو شي هو حركة زيادة ما شاء الله فما بعرف شو الحال يعني نرجع لطبيب ولا نستنى لسه هو سنتين واربع شهور تقريبا طيب هلأ أخنا عمي هو سنتين ونص لساته يعني يعني من هم بيبلش مظبوط من عمر السنتين بيبلش شوي بيلفط نظرنا أنه إذا الولاد بيع بيحكي أما لا هلأ أنه فرط الحركة عما تسئلي أو أنت بتهيألك أنه بيسمع كل الأصوات كثير مني لأنه الأهل يعني يصدقني كلها يعطون نفس الجواب بيلولي أنه لا بنتبه إذا حكينا إذا حكينا جنبه إذا وقات شغلة جنبه بس في أصوات بجوز هو ما بيسمع في أصوات بيسمع مني في أصوات بعتبات معينة ما بيقدر يسمع مشان هيك دائماً دائماً أنا حقيقةً بنصح أنه نعمل اختبار السماء صدقني هو عبارة عن متى ما عملنا اختبار السماء وبيكون مثلاً طبيعي خلاص أنا يعني من هالناحية برتاح أنه مثلاً ما في عنده أي إعاقة من ناحية السماء معنات نطلع على العوامل الثانية هلا هو أصغر واحد بين أخوان وأخواته أصغر واحد هو أصغر واحد يعني بجوز كمان لا تنسى أنه الأصغر واحد بيحب يدلل حاله بيحب أنه يظهر أنه هو لتاتو صغير لسه ما كبير لسه ما بيعرف ينطق الكلمات بشكل مظبوط عرفت كيف يعني بجوز هذه الحالة النفسية هذه بقى أنتوا من جهتكم المفروض أنه دائماً يعني دائماً تحكوا معه بشكل عادي حتى أنه الكلمة الكبيرة أنه مثلاً بيقدر الفضاء أو بيقدر ما تحاولوا كتير يعني تخوفوا من هالشغلة أو أنه بالعكس أبداً إحنا مبشطين عليها الكلمة بس مستغربين السهلة مش عم بيلفظها لا يعني أنه ما تخل ينتبه أنه أنتوا الآنين بسبب أنه هالشغلة بتعرف أنت شو أعطيه مثلاً الكتب الصغيرة تبع الأطفال يلي فيها صور مثلاً ودائماً خليه للولد يلفز وراك مثلاً هاي دي بطة بطة قطة كلب أو كذا يعني الحيوانات مثلاً بأسماء يلفزها ويعيد وراكن هاي دي عبارة عن طريقة يعني أنه كأنك أنت عم تتسلى معه مع ما تعمل له هيدا وبنفس الوقت هو بتعلم وبهالحالة بتشوف إذا أنه هو عب يعمل يعني أصدن أنه هالشي عب يتعمد أنه يحكي هيك ولا هو حقيقة عنده مشكلة بس لسه أنا بقول يعني حتى بدك تنتظر لثلاث سنين بحال تابعت الحالة معه أنا أول شي بنصعك روح أعمل أعمله تخطيط سماع ما في أي مشكلة وبحال إذا كان طبيعي هون عند المساك بساوي لتحسين الأرتوفونيست شو بي معالج النطق معالج النطق بس بيعلمه كيف يلفز الكلمات أو كيف هيدا وممكن تتحسن حالته والحالة النفسية كتير مهمة كتير كتير مهمة هو صغير ومدلل حاله بجوز ما جاء باله كتير هلا يكبر ممكن ممكن بس يعني ما في الشي بيخوف دكتورا لا عمره سنتين ونص لسا يعني صغير أنا بعتبر أنه يعني إذا يصير لثلاث سنين إذا بحال شفت ما في أي تحسن هون يعني المفروض أنه يعني نعمل الإجراءات لا هو غير الكلمات هاي دكتورا يعني الكلمات الأطفال اللي ما لهاش معنا بيقولها كتير بالليل لما يكون مزاج ورائب بصير يغني كلمات اللي هاي اللي مش مفهومة يعني الأحرف كلها تقريبا بتطلع في الكلمات اللي هي الكلمات اللي بدون معنا هذي نعم مشان هيك المفروض أحكو معه عادي عادي جدا أبدا ما تحكو بلغته يعني ما تحكو بلغته هو بدي لكم مثلا بدان ما بدي يشرب ماء بيالكون بوي أو يعني أي شي لا لو بدي يشرب ماء يعطيني يعني مبوم بوي يعني أحكي معه بشكل عادي جدا أنه بدك تشرب ماء بدك تشرب ماء مع بسمعك عيد وراي صدقني بشكل بعدين هو خلص بيسجل هالكلمات وبصير خلص بيعرف أنه هيك لازم ننتقل الكلمة وكلمة مويمة معناها تابوي أو بو هيا إذن رامي إذا كان عندك أسئلة أخرى للدكتورة ما هل تتأخر هي مستعدة أن تتواصل معك من خلال الإيميل خارج الهواء إذا كان بدك استفسارات أكثر أو إذا كان بدك متابعة لحالة طفلك ما بعف أنا عندي سؤال متى يدخل الطفل إلى الحضانة بالبحرين سيد رامي يعني بيبدأ من ثلاث سنوات ونص وهنا عنده لتونص يعني في فرنسا لثلاث سنوات إذن يعني بعد عنده سنة حتى يعالج النطق وعنده وقت هو اعتبارا من ثلاث سنة إذا شفتم ما فيه تحسن المفروض تعملوا هاي خطوات مثل ما حكيت لك نعم شكرا تحيلا لكم تحيلا لك أتأمل أنه ما تعود متقطع أنه تستمع إلى هنا مشاكل متواصل مستدهم شكرا شكرا يا رامي تحيلا لكم جميعا شكرا لكم جميعا تحييتنا لكم إذن نواصل دكتورة مها وسليم كتب إلينا على صفحة الفيسبوك في خانة الإنبوكس يقول حفيدتي في الثامنة من عمرها تلفظ حرف القاف كاف أو خي كيف يمكن تقويم لفظه هيدا بطريقة معالج تقويم النطق نعم وهي بيكفي أحيانا عدة جلسات ممكن تؤدي أنه ترجع تلفظ بس حتى يعلمها اللي بيقويم النطق اللي منقله نحن الأرتفونيست بيحاول بي بس يعلمها كيف بدها تلفظها وكيف بدها تحت وضع اللسان بالفم لحتى لفظ الحرف نعم دائما يعني باعتبار أنه هي معا تحكي بس أنه في عدة صعبة بيلافظ بعض الحروف هيدا بتتصحح بشكل يعني تسعين بالمئة بتتصحح بحالة استعمال يعني جلسات من الأرتفونيست نعم شكرا هي تمرين طبعا لعضلة اللسان ربما أحيانا تماما من ست دقايق كتب لك محمد عثمان أحمد تحية عطرة وطيبة بشكركم كتير كتير اختصنية كل فريق العمل يوم كالمعتاد الفريق الدائم هو كاتيا سعد وقيوم الثنائي معنا خلف الزجاج في القسم الآخر من الاستوديو إذن ياريت لو بتزودوني بإيميل الدكتورة مها لأجل التواصل معها بخصوص حالة ابني وأشكركم جزيل الشكر إذن كاتيا طبعا دكتورة مها موافقة لأحمد عثمان أحمد سنرسل لك أكيد بإيميل الدكتورة مها ولكل من يطلب إذن هناك أيضا رسالة من أيهم دكتور أيهم بيقول أنه بيتصل فينا سنحاول اتصال بك دكتور أيهم بعد انتهاء حلقة اليوم نحن على الهواء مباشرة كما تعلم لأنك باتبعنا من الإمارات خليل الخليل رأم خطأ للأسف هناك آنسة ترد مكانك فلن نستطيع أن نأخذ الاتصال ولكن ربما سنطرح السؤال إذا ما تسع الوقت أو سمح الوقت عندنا لؤى صالح بتسأل لؤى بالأحرى عذرا لنا العراق لؤى بيقول تحية إلى كل الأصدقاء سؤالي إلى الدكتورة عندي ابني يبلغ من العمر خمس سنوات لا يزال يعاني من مشاكل في النطق والتأتى لا يستطيع أن ينطق بالكثير من الحروف وإذا أردنا أنه علمه بعض الحروف يرفض يصبح عصبي جدا علمنا أنه ذكي وليس به أي عارض آخر وأرجو جواب على السؤال كوني بحاجة للحل رجاء سونيتا طبعا لؤى بتأمل أنك تكون بالاستماع إلينا كتبت لنا من ثلاث ساعات فنتأمل أنه تكون معنا تفضل يا دكتورة بالنسبة أنه خمس سنين ونص عمره لسا عنده في اضطرابات بس ياريت نعرف أنه من أي عمر بلشت معه الاضطرابات أنه سارت من قبل كان يحكي بشكل جيد واتبلش يعني عنده الكلام ولا هيدا شي جديد حدث عنده الاضطرابات بالنطق برجع أنا بكرر أنه أهم شيء أول شيء منعمله بحال اضطرابات النطق هو فحص الإزون اختبارات السماء مهمة جدا جدا وبعدين بنعمل اختبارات عند المصححة النطق كثير كثير مهمة بس إذا ما عملنا اختبارات السماء ما بنقدر ناخد خطة علاج وهي كثير كثير مهمة نعم إذن هذه هي الإجابة وإذا كان بدك معلومات أكثر تستطيع تواصل مباشرة مع الدكتورة مها من خلال إرسل إيميل الدكتورة مها هناك محمود شلبي يسألك الحمد لله على السلام سونيتا شكرا لك تحياتي للدكتورة مها سؤالي كيف يمكن الشفاء من صعوبة النطق إذا لاحظ الأطفال بشكل مبكر هل تؤثر صعوبة النطق على تعلم أكثر من لغة واحدة حيث يضطر المغتربون لتعليم أطفال لغتين على الأقل سؤال جميل جدا سؤال كتير مهم بس أنا بحب أني طمنك أنه الولاد بقدر الطفل بقدر يتعامل معدة لغات بنفس وقت يعني ممكن يحكي عربي ممكن يحكي أي لغة أجنبية حتى لغتين أو ثلاثة بدون ما يأثر على تعثر النطق أو اضطراب النطق عنده طبعا بنرجع للحالات أنه لازم يفتش وهو سبب حالة تعثر النطق بس أنه تعلم أكتر من لغة ما هو مشكلة أبدا ولا عائق على النطق يعني ما بيشكل مشكلة نعم شكرا دكتورة مها خليل لن أستطيع أن أطرح السؤال لأنه طويل جدا للأسف الوقت ضيق ولكن خليل بيوجه لك أجمل تحية ويسميك الدكتورة اللطيفة اللبقة دكتورة مها اشتقنا لك كتير كتير أهلا وسهلا بك أنا رح أطلب من دكتورة مها قيوم إلي أول كاميرا كيف فونكسيون وين الكاميرا لأن عجبني كتير الألم تبع الدكتورة على شكل إبري يعني بتعمل إبري للأطفال فهي بتخوفنا مما إذا شفتوا هيدا بنهاية حلقة اليوم هيدا ميشين شو دكتورة مها هون الكامير لا بالعاكس هيدا وقت بيشوفوا أنه الألم عبارة عن سرانج ما بقى بيخاف وقت يجي عمل اللقاح لأنه إنه هيدا ممكن نستعمله بتلعبي بالألم وبتضربي إبري للطفال شكرا شكرا دكتورة مها على مشاركتك اليوم في مهمة التوعية والوقاية لن تكون المرة الأخيرة طبعا سندعوك مجددا لكي تساعد الأهل والأطفال هذه هي مهمتك في الحياة كلمة واحدة بس صغيرة بس ببعد تحية لأختي الدكتورة مي شابي باللادي طبيبية العيو تحية للدكتورة مي أكبر تحية يعني أنا انتبهت إنه في سوريا في عائلات كل أطبا ما بعرف شو سير بدي أدرس الموضوع عندما تكون العائلة كل من مؤلفة من أطبا هي الحقيقة نحن أربع أطبا من خمسة أطبا يعني الخامس شو بيعمل دكتورة مهام الخامس خلاص عمل سنة سنتين طب ووقف يعني كان عم يجرم كان عم يجرم فعلى كل حل أشكرك كثيرا أشكر كل مستمعين على متابعتهم نصحة المستدامة نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة وموضوع جديد فكونوا معنا في مثل هذا الوقت أطيب التحية لكم من سوني تناظر من دكتورة مهام من جيوم وكاتيا إلى اللقاء في القناة باي باي اشتركوا في القناة